استقبر سفير مصر في بوخارست مؤيد الضلعي كل من الدكتور محمود ثروة مدير إدارة الصحة بجماعية الهلال الأحمر المصرية ومصطفى رفعت مشرفي غرفة عمليات الهلال الأحمر ومسؤول الإغاثة الدولية وذلك فور وصولهما إلى بوخارست من أجل المشاركة في الجهود الإنسانية على الحدود الرومانية الأوكرانية هذا وقد استهل فريق الهلال الأحمر مهمته في بوخارست بعقد اجتماعا مع سفير الضلعي وأعضاء السفارة وذلك لتعرف على التطورات الميدانية على الحدود الرومانية الأوكرانية وجهود الإغاثة والتي يتم تقدمها هناك من جانبها قامت السفارة المصرية في بوخارست بتنصيق تحركات الفريق المصري مع السلطات الرومانية لتيسير مهمتهم هذا وتستمر هذه المهمة مهمة الفريق المصري في رومانيا لمدة أسبوع وتتضمن المشاركة في جهود الإغاثة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على الحدود